على الرغم من تعزيزاتها المسلحة التي لا تتوقف لمهاجمة تعز تتكبد ميليشيا الحوث والمخلوع الإرهابية هزائم وخسائر فادحة في مختلف الجبهات ومع تكثف الميليشيات هجماتها على قرى وأرياف تعز تعود كعادتها تجر أذيال الهزيمة خلفها فيما الجيش والمقاومة يتصدون لهجمات الغزاة المحليين ويشنون هجمات تحقق أهدافها في مرمى ميليشيا الإرهاب التابعة لإيران ففي منطقة بني عمر جنوب غرب تعز تمكنت قوات الجيش الوطني من تطهير واستعادة قرون الشامي المطل على الوازعية وسيطرت على جبل الضعيف بمنطقة جرداد في بني عمر بعد هجوم شنت قوات تابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي والمقلوع في المنطقة وتمكن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة من تطهير منطقة الدبح بالربيعي غرب المدينة في هجوم كبدوا فيه ميليشيا الغزاة خسائر بشرية ومقتل سبعة حوثيين فيما لجأت الميليشيات كعادتها لقصف المنطقة انتقاما من المواطنين هؤلاء الأبطال الذي رفعوا هاماتنا وهامات الدولة الشرعية بدحرهم العدو والسيلائهم على المواقع المهمة أربعة مواقع مهمة قتلهم الآن يومنا هذا في أكثر من يزيد عن الخمسة سبعة قتلاء وتدور اشتباكات بين رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة وميليشيا الحوثي والمقلوع في المنصورة والأغبرة جنوب الوازعية وفي الصلو تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بطيران التحالف من كسر أشرس هجوم للانقلابيين مصحوبا بقصف بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر والهاون في محاولة الانقلابيين الالتفاف على مواقع الجيش والمقاومة من قرية المقاطرة وأجبرت ميليشيا الغزاة على التراجع والفرار مخلفين خسائر بشرية ومادية وفيما سيستمر قادة الميليشيا في استنزاف أبناء القبائل ودفعهم للجبهات للاعتداء على المحافظات اليمنية سيعود أولئك المعتدون جثثا إلى ذويهم فيما رموز الميليشيا يواصلون لهب أموال الدولة والمواطنين بشتى الذرائع والأكاذيب ومنها مواجهة العدوان الخارجي ترجمة نانسي قنقر